بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشيخي وتلامذتي وكراء صحيحي وشرحي في الدرين آمين الباب التاسع من الكتاب الثلاثين كتاب الصوم ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن يتقبل ذلك منا ويؤمننا نحن وسائر المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين باب هل يقول إني صائم إذا شتم معلوم أن الصائم يصوم عن كل قبيح لأنه صام عن شهوة الفرق وعن شهوة البطن في فترة النهار ولو كانت مباحة ثم يصوم أيضا عن كل قبيح يعني من قول أو فعل أو حركة بحيث أنه يكون في صيامه في عبادة دائمة كأنه في صلاة فحتى لو واحد تعرض عليه وشتمه ما يردش عليه خالص ويقول في نفسه إني صائم يفكر نفسه يعني أنت في عبادة يعني افرد واحد وإنت بتصلي شتمك هترد عليه أنت لو ردت عليه تبطل صلاة شفت قد إيه فكأن الصائم لم حد يجهل عليه يفكر نفسه يقول لنفسه إيه أنت صائم أنا صائم لا يليق افتكر الثاني بيتطاول أكتر يوم يقولها بصوت عالي إني صائم يوم الثاني هي يرعوي لأن الصائم دعوته مستجابة فلو دعت عليه يمكن تنسف يوم يخاف أنا بيقول إني صائم ودعوتي مستجابة خد بالك لا أحسن لو ظلمتني كأنه بينبه يعني بينبه لأن الصائم دعوته مستجابة حتى يفتر الناس متصورة أن دعوة الصائم مستجابة وقت ما يفتر بس أول ما يمسك التمرة كده هي دي اللحظة دي دعوته مستجابة ومن الفجر لحد المغرب طول ما هو في الصيام بيانت إزاي؟ يبقى إيه؟ يبقى الصائم ولو دعوة بقى في لحظة فطرة كمان يعني دعوة مستجابة زايدة كمان في لحظة الفطرة تقيم؟ وبالتالي لما الإنسان جهول ومش عايز يرعاوي وإنت ما بتردش عليه وبتقول للنفسك جوة نفسك إني صائم وتصبر نفسك يبقى تقوم تقول بصوت عالي بقى ساعتها ليه لأن ما تقولش بصوت عالي على طول حتى لا ترأي بعملك لأن الصيام عبادة سرية فالأحسن تظل سرية لكن لو لقيته لا يرعاوي ثم تعمل إيه؟ تقول له إني صائم إني صائم يعني إيه؟ يعني خد بالك حد يعليك والدعاء عليك وانا في عبادة مستجاب احذر يومي التاني يرعاوي يرعاوي يعني إيه؟ يعني يكف عن أزاب باب هل يقول إني صائم إذا شتم بيسندنا المتصل عن مشايخنا جزوا الله عننا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث الثامن والثلاثين بعد التسعمائة والألف قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح نزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له يعني ثوابه خالص له وأيضا له نصيب منه منه في الدنيا لأنه قد يشتهر بالصلاح لأن كل الأعمال الظاهرة الإنسان برضو بيحب يظهر بالصلاح فإنه له نصيب فيها في الدنيا يشتهر بالصلاح والعبادة والتقوى ثم له ثواب في الآخرة أيضا إلا الصيام لا يطلع عليه إلا الله فإنه لي يعني خالص لي يعني أنا الذي أتولى إعطاء الأجر فيه يعني كل الأعمال الصالحة معظمها معروف ثوابه في الصيام ربنا ما قال لنا الثوابه لأن الصيام أخو الصبر والصبر يوفى بغير حساب يبقى أجر الصائم بغير حساب تقول لي بقى سبعمائة ضعف لا ده سبعمائة ضعف ده حساب طب ألف ضعف لا ألف ضعف حساب كأن يعني فوق ده كله إنما يوفى الصابرون لأن الصيام أخو الصبر وعش كده الرسول سمى إيه سمى شهر رمضان إيه شهر الصبر شهر الصبر ويوفى الصبرون أجرهم بغير حساب يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ثواب الصائم ولم يبيح ثواب الصائم حتى لنبي يبلغه من إيه من عظمه كأن حتى الكلام لا يكفي في تقديره ثواب الصائم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة يعني وقاية وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإحنا قلنا الرفص كل كلام يؤدي إلى شهوة الجماع ولا يسخب ما يعلي صوته كده ويمشي يهقق ويعلي صوته ويقول نكت ويقول نكت ويأذر ويعمل لا يسخب يعني لا يفعل الضوضاء والصوت المرتفع فإن سابه أحد يعني شتمه أو قاتله يعني اعتدى عليه فليقل إن امرء صائم والذي نفسه محمد بيده لا خلوف فم الصائم لا خلوف بضم الخاء هكذا لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف الفم اللي هو ايه رائحة الفم المتغيرة بسبب قلة الطعام والشرب أطيب عند الله من ريح المسك والعندية دي تملي عندية التشريف يبقى عند الله يعني ايه حيث محل الشرف كله تملي ولك عند مليك مقتدر لهم ما يشاءون عند ربهم فالعندية دي عندية تشريف مش عندية مكان بقى مش عندية مكان يا أستاذ عندية مكان وتشريف ورتبة للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة طبعا جعانه بيفتر بقى وعتشانه بيشرب يفرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أي بثواب صومه باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة يعني لو واحد بيتوق إلى النساء وليس عنده ايه القدرة على الزواج ليس عنده مال وليس عنده شقة يعمل يبقى الصيام علاج له باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة وعنو به قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباء فليتزوج الباء اللي هي القدرة على النكاح قدرة مالية وبدنية القدرة المالية والقدرة البدنية فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إنه هنا تعود على الزواج فإنه أغض للبصر يعني يعينك على غض البصر وأحصن للفرج يعني يحمي فرجك من الوقوع فيما لا يحمد عقبان من الزنا وغيره ومن لم يستطع يعني لم يستطع الباء يعني ليس عنده إمكانية مالية إلا إنه بدن يسمح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والوجاء هو إيه ما يمنع من شهوة إيه النساء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال سلة عن عمار سلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم اللي يصوم يوم الشك احتياطا إنه من رمضان يعني يبقى عصى أبا القاسم لكن لو عايز يصومه لأنه وافق إعادته لا بأس لكن من صام يوم الشك احتياطا إنه من رمضان يبقى هنا عصى أبا القاسم لأنه خرج عن جموع المسلمين كأنه هو أكثر حيطة في دينه من سائر الناس كأنه بيزك نفسه وأدى لا يليق عايز تصوم يوم الشك طلع يوم اتنين وإنت أصلا بتصوم لاتنين والخميس تصومه تصومه على إنه سنة إنما تصومه على إنه فريضة هو ده اللي حرام تقيمت بقى إزاي والرجح أنه مكروه يبقى عصى أبا القاسم يعني خالف سنته لأن أي معظم العلماء قالوا أنه مكروه يكره صيام يوم الشك احتياطا وعنه بيقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له آه اقدروا له هنا يعني إيه يعني نحسبها ونقدره ولا اقدروا من القدر التضييق يعني اعتبروا أن شعبان 29 يوم فيهمت زي مذهبان على فكرة الحنابلة قالوا ضيق هي اعتبر شعبان 29 يوم ما تكملش الثلاثين اقدروا من القدر التضييق الحنابلة قالوا كده وباقي المذاهب قالت اقدروا له يعني ايه اتموا عدته ثلاثون يوما فهمت الفرق في المذهبان يبقى لو طلعنا نشوف هلال رمضان في آخر شعبان والدنيا مغيمة فما شفناش الحنابلة ولك ايه صنبكر اقدروا له من باب ايه التقدير القدر يعني ايه التضييق من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فاقدروا له يعني ضيق شعبان يجعله تسعة وعشرين ده فهم مين الحنابلة لكن فهم باقي القهاء قالوا لا ليه لان في رواية تانية فأتموا لعدته ثلاثون في رواية تانية ما نقابش على رواية واحدة معنا ما نقدرش نفهم الشرع من رواية واحدة لازم نجيب كل الرواية في الرواية التانية بوضوح كده قالوا ايه فأتموا عدة الشهر ثلاثين الله يبقى اقدروا هنا يعني ايه يعني اكملوه ثلاثين مش اقدروا ضيقوه فهم احسبوه ثلاثين فقدروا لا جاي من التقدير وليس من القدر جاي من التقدير وهو الحساب وليس من القدر وهو التضيق فهمت بقى والشكده خطورة ان تأخذ الحكم الفقهي من حديث واحد بل لابد ان تجمع كل الاحاديث الوردة في المسأل والشكده الراجح وقول الجمهور انه اذا غم علينا نكمل شعبان ثلاثين وده اللي عليه العمل والحمد لله وعنه بي قال حدثنا عبدالله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر رضي الله وعنهما ان رسول الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروهوا يعني اقل حاجة في الشهر تسع وعشرين يبقى احنا بعد تسع وعشرين نروح نشوف الهلال لكن من نروح نشوف الهلال يوم ثمانية وعشرين ماذا كده برضو الشهر تسع وعشرون يعني اقل الشهر تسع وعشرين الشهر القمري ليلة فلا تصوموا حتى تروهوا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين شفت بقى فقدروا لا جاي من التقدير وليس من التضييق من القدر يبقى الرواية التانية بينت ان الجمهور هم من اللي عندهم حق في هذه المسألة خلافا للحنابل فان غم عليكم اي الهلال فاكملوا العدة ثلاثين طب افرد السماء كتصحه صحه يعني مفاش اي غمامة وما شفناش الهلال يبقى ثلاثين مية المية مش هنقدر بقى ده هو ثلاثين يوم مية المية سماء صحه لا سحاب فيها وكلنا طلعنا نشوف الهلال مفيش هلال يبقى خلاص ده شعبان ثلاثين يوم يقينا تقيمت ازاي لكن لما يبقى فيه بقى ايه سحاب يبقى غمه غمه هنا نعمل ايه احتياطا نكمل شعبان ثلاثين طب ما ممكن واحد يقولك ايه قصة الهلال ممكن يبقى وارا السحاب نجيب طيارة كده ونطلع فوق السحاب ونشوف قال لك لا لانك متعبد بواقع الامر ولست بنفس الامر ربنا يتعبدنا بواقع الامر وليس بنفس الامر يعني يمكن نفس الامر الهلال موجود بس انا اللي مش شايفه يبقى نفس الامر قد يكون واحد رمضان لكن واقع الامر ايه تلاتين شعبان مش واحد رمضان وربنا تعبدني بواقع الامر ولا بنفس الامر ده واقع الامر الواقع اللي انا شايفه مش بنفس الامر فهمت بقى ازاي فده نقطة مهمة الحساب الفلكي ساعد بيبقى بعرض الرؤية ما احنا ملنش دعو احنا عندنا في الحد الحساب الفلكي الواحد ولو عرض الرؤية بياجمع المسلمين الى يومنا هذا قدم الرؤية حتى بياجمع المسلمين من يقول بالحساب الفلكي يقول لك افرد ان انا حسبته لقيت الهلال وخالف حسابي امشي بالهلال لان الرؤية يقين والحساب ظن الرؤية يقين والحساب ظن لكن احنا بنعمل ايه لدار الافطة المصرية بتجمع الاثنين حساب فلكي مع الرؤية فان وافقوا بعض بها ونعمة فان خالفت الرؤية الحساب قدموا الرؤية ولا الحمد لله مشين علي بالامان وعنوبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا شوف ايه وهكذا وفي التالتة ايه خنس الابهام يعني 29 يوم لان هكذا بالكفين معنا عشرة وحركها مرتين ادي عشرين والحركة التالتة رح خنس يبقى 29 صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الابهام في ايه خنس يعني عمل علامة رابعة ها اللي هي المشهور الوقت بتاعت الاخوان ها ادي ما انا خنس الابهام في الثالث واحد بقى يصورني وقالك شوف دكتور يصري من الاخوان يا ابني بنشرح الحديث يا ابني يا ابني بنشرح الحديث وعنوبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني رؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم غبي بمعنى غمة بردو فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين والناس بتوعي الحساب يقولك ايه الحساب رؤية عقلية والتانية رؤية بصرية فهمت ازاي فالحساب ده رؤية عقلية مش جاي من الرأي رأى رأيا يعني ايه يعني الرأي هنا العقل ذهب مذهبا ورأى رؤية يعني ايه بصرية ورأى رؤية بالالف يعني ايه منامية وعنه بي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا يعني اقسم ان لا يقرب نساءه شهرا خاصم زوجاته شهر النبي قال من نسائه شهرا يعني خاصمهم شهرا لماذا اكثروا عليه الطلب في النفقة والنبي يريد ان يعيش حياة فيها زهد فاكثروا عليه في النفقة فحلف قال لها يقربهم شهرا يبقى قال من نسائه شهرا قال يعني حلف قال لها يقربهم شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا او راحا فقيل له يعني رحل زوجاته رحل بعد تسعة وعشرين يوم يبقى النبي قال شهرا من اول هلاله فكان هذا الشهر تسعة وعشرين يوم فظهر هلال الشهر اللي بعده هي تسعة وعشرين يوم فقيل له انك حلفت ان لا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما احيانا يعني وعنه بي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله يعني حصل له جزعة كده في رجله كمان فاقام فيه مشروبة تسعة وعشرين ليلة يعني فيه حجرة كده منفصلة غرب المسجد بتاعه بيدي عن حجرات نساءه يصعد اليها ايه بدركتين كده فيسموها مشروبة كل حجرة مرتفعة عن الارض يسموها مشروبة فاقام فيه مشروبة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين كأن زوجته ايه حسبنها باليوم لأنه مشتقين للنبي فاول ما جاء يوم بعد تسعا وعشرين يوم قالوا له هم متصورين الشهر تلاتين قالوا انت مش قليت شهرا ده مرض تسعا وعشرين يوم بس دليلهم بيحسبوها هي دليل شوقهم اليه صلى الله عليه وسلم باب شهرا عيد لا ينقصان شهرا عيد لا ينقصان يعني ايه في الأجر قال أبو عبد الله يعني لو صمت رمضان أبو تلع تسع وعشرين يوم واخد سواب شهري كامل مش يبقى رمضان أبو تسع وعشرين يوم أقل أجرا من رمضان أبو تلاتين يوم لا شهري كامل في الأجر في امتباه اللي معنى لا ينقصان ايه في الأجر قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام إن كان تسع وعشرين يوم فهو تمام في الأجر وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص يعني نادرا ما يأتي ايه في سنة زلحجة تسع وعشرين يوم ورمضان يطلع تسع وعشرين يوم لازم واحد فيهم كامل وتلاتين ناقص في الغالب الأعاب ده معنى كلامه وعنوبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصاني شهر عيد رمضان وذو الحجة شهر عيد طبعا زو الحجة عيد الفطر الأطحى ورمضان في إيه بينتهي بعيد الفطر بابه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب يعني بيتكلم بيه بيه بوصف الواقع واقع أمة النبي في عصره إيه إنها لا تكتب ولا تحسب كان اللي يعرف يكتب ويحسب من العرب وليلين جدا لكن إيه أغلب العرب أميين يكتفوا بالسماع وبالكلام لكن ما يهتمش بالقراءة لأن ما عندهمش كتاب أصلا يتعلموا القراءة لكي يقرأوه ما كانش عندهم كتاب قبل ذلك بابه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب وعنه بيه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا مش معنى كده أن أمته تفضل أمية على طول لا إن في واقع الأمر الآن أمتي الآن الآن المعاصرة لها أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين يعني مرة قال له إيه هكذا 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 ثلاث مرات ألي ثلاثين ومرة تانية قال هكذا وهكذا وهكذا يعني تسع وعشرين يعني أحيانا كده وأحيانا كده يبقى النبي لم يكلفهم غير الموجود النبي كان ليكلف بغير الموجود يومته في عصره ما كانش عندهم علم حساب ولا علم فلك ولا كان عندهم مراصد ولا كان عندهم حاجة فما كلفهمش قال لهم تعبدوا ربكم على إمكانياتكم انظر وحسب والشهر يا ثلاثين يا تسعة وعشرين عشان تنفذ أحكام دينك لا تنتظر الآلة ولا تنتظر الحساب ولا تتكلف ما ليس عندك بل اعبد ربك بما أقامك الله فيه تيسيرا على الأمة مش معنى كده ان هو بينها النهنة نتقدم لا بمرور الزمان التقدم موجود نستعمل التقدم فهمت باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين يبقى ما ينفعش احتياطا عشان قبل رمضان كده أو صوم يوم والتنين احتياطي لا يكون الهلال موجود وإحنا ما شوفناهوش ما ينفعش الطريقة دي لا تقدم رمضان بصوم تعتقد أنه من رمضان احتياطا ما ينفعش هذا الطريق لا يحبه الشرع الشريف لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين وعنوبي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه المعتاد يعني صوم اللي هو متعوده فليصم ذلك اليوم يعني وافق عاد له يصوم لأنه دي عدته باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وعنوبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفتر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي يعني يواصل زي ما شرحنا بالأمس مراحل فردية الصيام يعني لو جاء عليه لنغرب وكان نائما ولم يفتر حتى لو استيقظ في الليل ممنوع يأكل يتم لليل اليوم اللي بعده حتى يمسي وإن قيس بن صرمتى الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك يعني خيبك كلام المصريين لأن لقيته نايم نايم يعني مش حياكل وهي عارفة أنه جاي جعان وصائم فلما جات لقيته نايم لما راحت تجيب له الطعام ولما رجعت لقيته نايم فقالت له إيه خيبة لك طبعا الكلام ده لما بيقوله العرب ما يقصدش الخيبة بمعنى إيه الشتيمة لا ده بمعنى إيه كأنها بمتوجعة لي يعني صعب عليها يعني فهمت إزاي يعني كلمة لا تحمل معناها الحرفي زي تربت يديك وزي ويلك وزي تكلتك أمك كل كلمات دي بيقولها العربي ما يقصدش حرفية معناها فهمت بقى إزاي قالت خيبة لك فلما انتصف النهار اضطر طبعا يصوم لتاني يوم وهو أصلا كان جاي تعبان وعنده عمل فجاف نص اليوم الثاني إيه غشي عليه أغم عليه إغماء بسبب إيه الإرهاق الشديد وقلة الطعام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم اللي فيها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فرفع الحرك ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي أبوك عن حاتم الطائي المشهور بالكرم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهم تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار من سواد العقال وبيض العقال هو جاب العقال يعني العقال دا اللي زي بيه الفودة خط أسود وخط أبيض وحطوهم عنده أعناهم كل ما يقوم ما يتبينش السواد من البيض يأكل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادك عريض يعني أنت المخدة بتاعتك دي هي السماء عريضة فالبيض والسواد في السماء وليس في الخيط والعقال فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار اللي هو طلوع الفجر الصادق يعني لأن طلوع الفجر الصادق بييجي إيه خط أبيض كده ضوء أبيض مستعرض يقسم ويعني يختفي يأزن الفجر يبقى هنا معناه إيه معناه تبدأ الصوم وعنه بيه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد حاء قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال إليسنى مقبل الصيام السحور إليسنة مقبل الصيام استعدادا للصيام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم والسحور بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل في الليل بنية الاستعداد يسمى سحور كل ما يطعم في الليل بنية صيام النهار يسمى صحور لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال وعنه بيقال لأن سيدنا بلال كان بيأذن أذان قبل الفجر الحقيقي عشان يوقز الناس تأكل اللي احنا بنسميه الوقتي مدفع الامساك في المصريين يعملوا مدفع الامساك ويعملوا التوشيح يبتدئ الموشحين يوشحوا ويمدحوا ومداح قبل الأذان يعني في الفترة دي ممكن تأكل فهمت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال وعنه بيقال حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل بليل يعني قبل الفجر فقال رسول الله سسلم كله واشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم كان يؤذن في الفجر الصادق فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل وينزل ذا على ما يرقى بقى لسق في المسجد عشان يؤذن وده ينزل كان بيأخذ لابتاعة تلت ساعة حوالي تلت ساعة كده عشرين دقيقة على ما ينزل سيدنا بلال وبعدين يأخذ بإيد عبد الله بن مكتوم لأنه كان أعمى ويطلعوا درجات السلم ويوقف ويستريح ويأخذ نفسه ويأذن تأخذ لها كل الشغلان يقول لها إيه حوالي تلت ساعة تقريبا كانوا بيقول لك حوالي ستين آية بابه تأخير الصحور ويسن بقى إيه يسن الصحور يعني أنك أنت تأكل الصحور هو الأكل ليلا اللي تستعدان للصيام يبقى لو كلت بالليل استعدان للصيام ده اسمه صحور لكن سنة الأكل بقى إنك تأخرها قرب الفجر أحسن أنا مش تاكلها بعد العيشة وبعد العيشة كده لسا بدري تقوم بالصبح جاعين لكن حاول تأخرها بقى إيه قبل الفجر بحاجة بسيطة ليه بقى عشان ده يعينك على إيه الصيام بقوة بحيث أنك أنت إيه تؤدي وظائفك في أثناء الصيام وأنت لست متعدن يبقى سنة النبي تعينك على أداء العبادة بغير تعب تعينك على أداء العبادة بغير تعب باب تأخير الصحور وعنه بيه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة الصبح يعني كأنه كان يدوب مسافة أن يتسحر عند آله ومسافة ما يوصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم باب قدر كم بين الصحور وصلاة الفجر وعنه بيه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قام إلى الصلاة يعني الأذان خد بال قلت كم كان بين الأذان والصحور لأن الأذان هنا مكان الصلاة لحسن تفتكر الإقامة ثم يبتدي يأكل طالما أزن ولسه الإقامة ما قامتش في عيال فهمتها كده وكانوا يعودوا يأكل لأنه بيفهموا الأحاديث بنفسهم بما يوافق هواهم فهمت لا ده هنا إيه بيقول إيه تسحرنا مع النبي ثم قام إلى الصلاة أي لأجل سماعه الأذان في امتباه مش قام للصلاة بعد إقامة الصلاة لا قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والصحور قال قدر خمسين آية يبقى إيه هنا بيين لك القدر اللي هو إيه ما بين ده ده يطلع وينزل يطلع وينزل يعني معناها إيه قدر خمسين آية والخمسين آية تقريبا بتتقري بالقراءة الهادئة في حوالي تلت ساعة لو كانت آيات خمسين آية زي إيه سورة البقرة مثلا لكن لو خمسين آية بقى زي زي جزء عامة ده أنت تقرأها في خمس داية يا أستاذ تهمت يبقى خمسين آية يعني من الآية المعتادة يعني ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علم يسر أمورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي رميه على آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورد على نفسك ورد على عرشك ومجادة كريماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين